ضرب الزوجات العاندات وهجرهن ثلاث ليال حال عدم استجابتهن للوعظ رسالة استفذت اللجان النسائية في ماليزيا خاصة وأنها صادرة عن نائبة وزيرة المرأة الماليزية سيتيزيلة محمد يوسف إلا أن سيتي كانت ترميل أبعد من الجمع الغاضبة تلك في مضامين رسالتها مغازلة للمجتمع الإسلامي الذكوري لشحن همته وكسب أصواته في تشكيل الحكومة الجديدة أسلوب سيتيزيلة أثبت فعليته غير مرة وهو نهج الحزب الإسلامي العضو في اتلاف المعارضة والمنتمي لجماعة الإخوان ففي عام 2017 أثار الحزب الجدل من خلال إعلانه فرض ارتداء الملابس الطويلة والواسعة على غير المسلمات وإقرار غرامة على المخالفات تقدر ب132 دولار من عكس زيادة في شعبية الحزب داخل ولاية كيلينتان وليتفاد الحزب انتقادات المطالبين بالمساواة قام بتعيين النساء كممثلات عنه في المناصب الحكومية والبرلمانية من جهة أخرى وجد عدد من الباحثين في سيكولوجية التنظيمات الإرهابية خطرا على مستقبل ماليزيا إذا لم تتخذ الحكومة موقفا رسميا حيال ممثلة وزارتها زيلة وهو المخالف للدستور جملة وتفصيلة فحقوق المرأة وحفظها من الإيذاء والعنف الأسري منصوص عليها بموجب اتفاق دولي وقع عام 1995 ويتهم الباحثون ماليزيا بتساهلها مع جماعة الإخوان الرغم التحذيرات الدولية من خطرهم خشية من تحولها لملادهم الجديد بعد أن بدأت تركيا بتضييق الخناق عليهم فخلال العشر سنوات الأخيرة احتضنت ماليزيا عددا من المؤتمرات الإخوانية كمؤتمر الوسطية والاعتدال عام 2012 ومنتدى كوالا لنبور للفكر والحضارة عام 2014 وخلال 2020 مررت الحكومة خطاب اعتراض موقع من 17 منظمة إسلامية ماليزية ترفض تسمية جماعة الإخوان بالجماعة الإرهابية ترجمة نانسي قنقر